لازم احب نفسي وان انا لو محبتنيش محدش احبني واخدوا بالك اول النقطة دي ان لو انتو مجبتلكوش هدايا لو انتو مدلعتكوش لو انتو مهتمتوش بيكو محدش يعبركو يا جماعة من الاخر بجد لو انا ما شفتش نفسي حلو محدش هيشوفني حلو لو انا ما جبتليش الدنيا بحالها ومبقيتش عايزة كده اهد الارض عشان افرحني وعشان ابزتني يبقى محدش عامل كده وما توقعش من حد وما استناش ان حد ممكن يعمل كده للمنتهى البساطة ان اي حاجة بتبدأ من عندك انت عملتو حاجة مهمة لنفسكو فدي حاجة رجعلكو هتريحكو بعدين ما عملتوش حاجة وتعودتو زعلانين مدنقين ها وندمانين انا ما عملتش حاجة ليه وتفضلوا مخنوقين واللي هو ايه ده محدش يهتمي بيا ما طبيعي طبيعي انت مهتميش بنفسك حد يهتمي بيك ازاي وما تقوش سايبينها يعني عالاخر كده اللي هو الا خلاص بقى انا مستني قدر قدر ايه اللي هيغير التنبلة يعني قدر ايه بس فاهموني كده انه ممكن يغير ان حد قاعد كده بعمش اي حاجة في حياته وما بعمش اي حاجة مفيدة لنفسه قبل ما اعمل حاجة تغيره طب يعني لو انتو خدتو بالكو نفسكو هتريف تاخدو بالكو اللي حواليكو لو انتو اعتنيتو بداية كده من عندكو هتبقوا بتنشروا اللي اعتناق بل حواليكو يعني حاجة بديهيا كده لو انا مسلا ما اعملتش حاجات بحبها او لو انا ما روحتش حدت بحبها او لو انا مسلا ما فكرتش في حاجات بحبها او 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 ايه اللي هيحصل ممكن لقدر الله حد مسلا يخش في اكتئاب بسبب الترقومات ممكن حد خلاص بقى يجيله حالة زهل اللي هو ايه المال اللي انا فيه ده من ايه مش ااخد باله من نفسه لو اغتيب لكم نفسه كويس هتتجنبوا حاجات كتير جدا مش عايز اقولكو كمية الحاجات اللي هتتغير في حياتكو اول ما تبتدوا تركزوا على نفسك اكتر شوفوا انتو عايزين ايه ما عملوه شوفوا انتو محتاجين ايه ودوروا عليه ما تستنوش من حد نوعاملكو ايه حاجة ما ما تطلبوش من حد نوع ينفسلكو حاجة لان الموضوع بيديكو انتو انتو اللي مسكين دايرة حياتكو محدش تاني هو اللي بيقود السفينة اللي انتو بتبحروا بيها عايزاكو تفهم النقطة دي كويس جدا عايزاكو تاخدوا نفسكو كده وتروحوا تفسحوا فاصحة حلوة لوحدكو انتو بس ما يعني كل شخص يروح لوحده ما كان بيحبه ويقعد فيه ويتبسط ويتمتع بالمناظر وياخد صور لوحد ويخلد اللحظة دي يسمع حاجات بيحبها يشوف حاجات بيحبها ليكو انتو ما تستنوش من حد ان هو ايجي معاكو يعمل اي حاجة ما تستنوش من حد ان هو يدور عساعدتكو لان انتو بس اللي هتدوره علي بجد واللي هتلقوه فعلا والموضوع لو الدنيا كلها بتحاول تساعدكو وانتو مش تساعدين نفسكو عمروكو هتبقى صعدة منطق البساطة الموضوع اي حاجة بتبدأ من عندي انا لو انا جالي كده كده وقعدة بعملش حاجة تمام لو الدنيا كلها جات فرحني وانا نفسي مش عايزة افرح ومش مستني انا افرح ومش بعمل حاجة تفرحني مش هافرح ومنتهى البساطة الموضوع بيبدأ من عندنا احنا لو الدنيا كلها دي كلها كده تشقلبت وتشالت وقامت وتحطت وتحبدت واحنا ما دينا لهاش اهتمام مش اي حاجة تتغيره مش اي حاجة تحصف حياتنا وهنفضل ماشيين بنفس النظام اللي هو انا مفيش حاجة تهميني ومنتهى البساطة لو ماشيتوا بالنظام ده مفيش حاجة هدائكو ومش من الا حاجة هتزعله الجد والموضوع مش مستاهل ان انتو تزعله على الابسط الامور لان انتو بزعله نفسوكو ليه انتو بزعلوش تزعله يا جماعة على اي حاجة ولما بلاقي ناس قادم داقة كده من نقل الامور لأ انتو متزعلوش انتو متتضايقوش انتو تعملو انتو عايزينو انتو محدش يجو جنبوكو تعلمو دايما ان انتو حرين انتو لازم تعيشوا حياتكو بسلوبكو محدش يدور ان حد يعملو حاجة في حياتو انتو ومبنوها ومعملوها ما تسيبوش حد يدور لكو على حاجة انتو قوموا دوروه سويا ما تدوش فرصة لحد ان هو يقتحم حياتكو لأ تردوه على طول في ساعتها حياتي دي حاجة خاصة بيه انا حياتي الخاصة حادش ليه دوا بيها ممنوع الاقترباء التصوير منها فما تدوش لحد فرصة ان هو يمسكها انتو اللي مسكين زي ما اقموركو انتو اللي تعملوا حاجة انتو عايزينها حد يسكو يعملوا حاجة مش عايزينها ما تتعملوهاش حد عايز يكون موجود معا كونش عايزين ما تعودوش معاي اتردوا كل شخص سلبي من حياتكو تخلصوا من كل الذكرات السيئة بجد ابعادوا عنها عايشوا حياتك سعيدة منفسكو قبل غيركو لو شخص داني ما خليك سعيد انت اسعد نفسك اللي قال كده عايش عايدي مع الشخص السعيد ده لان انت بالتالي لما تبقى سعيدة هتسعد اللي حواليك اذا اقولكو برضو حاجة انتو خلقتو للتميز كل شخص مختلف عن التاني في حاجة ده مبدع في الرسم ده مبدع في انهم بيناقي حاجات كويسة ده مبدع في انهم بيحط ده مع بعض بيركبهم كويس ده مبدع في انهم يختار حاجات حلوة وده التاني موهوب في انهم ما سنسوته حلو وده مش عارفة بيعمل ايه ده كذا 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 كل واحد عنده موهبة ربنا ما ادهاله هدية ممكن تستخدموا الهدية دي جمعا ممكن تقضوا حياتكو كلها وانتو بتدوروا على الهبات اللي ربنا ما ادهالكم اشغلوا نفسكو بهواياتكو ما تحاولوش ان انتو تغطوا على الحاجات بتاعتكو بالسيئات بتاعت العالم لو لقيتوا اي حاجة حواليكو بتعقر اتجاوه او خلاص بقى اللي هو ما زكوه هيتقلب ابعيدوا عنها عطول ما تستجبوش لها انتو احسن واحلى من كده كتير جدا وما تتأثروش باي عمل خارجية تمام لان اتأثروا بنفسكو بس اتأثروا يبقى بالنفس انا اتأثر بحد ايجابي اتأثر بحاجة ايجابة ايه لكن اتأثر بحد سلبي وبحاجة سلبي ومناسبة ايه ايه الفايدة مفيش مفيش لزوم بانكم شوية ده مش عارفة فلان ولا فلانة قالت كزا دول مش عارفة عملوا ايه اه لا ده راح اقل كزا وده عمل مش مليش دعوة ايه شوق حياتكو بساطة عافين لواء انا هروشني وانا هزبطني وانا استحق اكون مبسوط تمام وانا اه اكون فرحانة دي اقل حاجة ممكن احققها لنفسي يعني مش لقل اقلق احسن حاجة في ساعدة ان انتو ابسط حاجة بتساعدكم لو هتركزوا هتلاقوها كده الناس اللي تفكيرها ايجابي من اقلل حاجات ممكن اللي هو هتلاقع كمة الانبساط بقى خلاص احنا اتلاقي مسلا مش عارفة يا دوبك عاملين كزا حاجات بسيطة جدا اتلاقي في كمة الانشكاعة خليكو زي الناس دي ما تتأثروش بقى حاجة عارفين انتو ما كلها اللي هي بتقول اعمل حاجة نفسك المستقبلية تشكرك عليها اعملوا حاجة مش اعملوا حاجة لوحد بس اعملوا حاجات اعملوا معجزات اعملوا اللي محدش قدر يعملوا يا جماعة لو حاجة ما تعملتش قبل كده دا يديكو حافظوا اكتر ان انتو تعملوها ما تخلوش احد يهبطكو ويقفوا اللي هو لا مش هتقدروا لا انتو هتقدروا عشان انتو شايفين انتو تقدروا وهتعملوها اسرار انا عايزة معافرة ابنو مستقبلكو بيديكو وصدقوني بعد كمه انتو ما تيكون تبصوا قال انتو عملتوا هتلاو ايه ده كل ده عمل لاب نفسنا الفرحة ساعتها لا توصف لو ما عملتش ايه حاجة في حياتكو ماشي عايزةكو برضو تعودوا ما فيش ايه مشكلة عندكو الحياة مكملة ما بتقفش فشلت في حاجة هقوم وهنجح في اللي بعدها حد حاول يوقفني هبعد وهكمل خلوه ما يبدأ ماشي في حياتكو كده انتو قمشوا زي القطر لما بيقفوا محطات ما يفضلتش وايب فيها على طول ويفضل مكمل فيه سبب ربنا خليقكم ليه دوروا على السبب ده واسباب كتير جدا ربنا خلينا ليها ومش العبادة والعمل بس حاجات كتير جدا لو دورتوا هتلاقوها تلاقوا كل واحد بيتمايز بحاجة ربنا متدهاله مخصوص عشان يعمل حاجة استغلوها وعملوا ده ما تضيعوش حياتكو عالفاضي شوفوا انتو ربنا خلاكو ليه وعملوه وعملوها لأكمل وجه لان انتو ساعتها ترتاحوا هتحسوا ان انتو انجزتوا في حياتكو واما ما تدوروش ابدا اي حاجات زعلكو لو ايتهم سجوا زعلين اكيد هتحسل وهتدايق من حاجات بس تنشوها حاولوا تتجاه لكل ده عايزاكو تاخدوا مبدأ ان انا محدش هزعلني وانا محدش اقصر فيه تمام وعملوا هتدايق لها على اي حاجة ولا من اي حد وخفضل برضو مستمرة ومكملة وما يهمينيش ايه اللي هيحصل بعد كده انا يهميني اللحظة اللي انا فيها دلوقتي